نوع آخر من أنواع الهريدتري هيموليتك إيناميا هنا بيكون فيه مشكلة في الإنزيمات بتاعت الريبلوت سيلز عشان كده بنسميها إنضايموباثي الخلل بيكون غالباً فيه عندنا فيه إنزيمين مهمين هنأخذ أول واحد فيه ومس من جلوكوز 6-phosphate-dehydrogenase فيه نقص ديفيشنسي الإنزيم ده مهم جداً عشان الجسم بتاعنا يكون المادة دية يعني تعتبر من الأهمية للجسم والأربسيس بالذات هي مادة اسمها الناد pH فبالتالي لو فيه ديفيشنسي في الإنزيم أتوقع أن المادة دي هتقل أتوقع أن المادة دي لها طبعاً Antioxidant Activity يبقى أتوقع أن الأربسيس سهلة أو أنها تتكسر بأي مادة مؤكسدة فعشان كده زي ما تشايفين البوكوليات وخصوصاً الفول وأنواع أخرى كتير قوي من الحاجات اللي هي تعتبر أوكسن ممكن تتأثر وتعمل لنا هيموليتك أنيميا بموضوع البوكوليات والفول الأخضر يعمل لنا حاجة اسمها فافيزم ليه لأن الحبة بتاعت الفول بنسميها فافا بينز بتعمل لي أكيوت هيموليتك أنيميا طبعاً أكيوت هيموليتك أنيميا بيكون غالباً سببه اللي هو الفافابينز اللي قلنا عليها والتكسير على طول إميديت يعني بسرعة يبقى أكيوت حاد إنترافاسكولور التكسير داخل البوكوليات هيموجلوبيني يطلع هيموجلوبينيميا وينزل في اليورين هيموجلوبينوريا ويعمل لنا جوندس دا ما هنشوف والجوندس دا ما يكون شديد جداً ويؤثر على خلايا المخ تلف خلايا المخ تسمعه كرنيكترس طيب قادي شايفين الجوندس اهو واضح جداً الطفل يعمل السكين بتاعه ولونه كله أصفر يعمل عين بالتحديد جوندس في النيوبورن طيب برضو من ضمن الحاجات اللي بيحملها اللي هي أكسرة الهيموجلوبين الهيموجلوبين نفسه بيتأكسد بالمواد المؤكسدة دا تيجي تنقص في جلوكوستيكس فوسفيت دا هيدروجينيز يبقى الديفيشنسي دا أدى إلى وجود حاجة اسمها هاينز بودس هاينز بودس حتة كده داخل الاربيسيز هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن اوكسيدايز هيموجلوبين في نفس الوقت بنشوف الخلية اللي كنا تكلمنا عليها قبل كده ليه اسمها فاكرين البايت سيل والخلية الاخرى اسمها بلسترسل طيب نقيس الانزيم نقيس الانزيم عشان نتأكد فعلا انه هو قليل وبالتالي هو السبب في مشكلة دا ولكن بعد نهاية الأكيوت أتاك بعد نهاية الأزمة ليه؟ لفينن في الأكيوت أتاك بيكون في ريتكلو سايتوز ريتكلو سايت زائده جدا وده ممكن يأثرلي على النتيجة ويديني فولس نيجاتف يعني ألقي الانزيم عالي عشان الريتيكلو سايتوز يبقى أستنى لما ريتكلو سايت دي تهدى بعد نهاية الأكيوت أتاك وقيس الانزيم في الوقت ده هو دلوقت المناسب لقياس غلوكوز سكسفوسفيت دي هيدروجينيس